المتعة هي في الحقيقة اشتغال بأعمال العمرة أولا بأن يحرم من الميقات أو من محله إذا كان دون الميقات بعمرة فيقول لبيك عمرة و يذهب و يطوف و يسعى و يتحلل بالتقصير أو بالحلاق ثم ينتظر حتى يأتي وقت الحج في يوم الثامن من أيام الحج و يوم التروية و يحرم بالحج و يبتدي أعمال الحج منفصلا عن أعمال العمرة بمعنى أن أعمال العمرة مستقلة و أعمال الحج مستقلة و ليس بينهما تداخل من حيث الأعمال بل للعمرة أعمالها كاملة و للحج أعماله كاملا